مرحبا للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم حنكون عم نحكي عن موضوع شوي نشرح عن كيف نتنقل بالسكرينز بين السكرين اليسار اللي هي مخصصة بالسطايلز والسكرين اللي على اليمين اللي هي مخصصة بالأصوات قبل ما نبدأ الفيديو بحب نوه انه الفيديوهات اللي عبتنعمل هي بناء على طلب الأصدقاء اللي عندن جهاز رولند اي اي سافن انا شخصيا لا امثل شركة رولند بل مقتني للجهاز قدرت ان يكون عندي شوية فكرة عنه وبعض التفاصيل ولانه اللي استخدموا الجهاز كانوا شوي لاقوا الانتروفيس طبعا يمكن شوي كمبليكيتد بنظرهم فحبا نعمل بعض الفيديوهات التوضيحية اللي ممكن انه تساعدهم يستخدموا الجهاز بطريقة اسهل اممم باكتو اور طوبيك للموضوع اللي نحنا حكينا فيه فمتبع انه عنا الشاشتين رئيسيات بالجهاز الشاشة اليسار هي باسيكلي مخصصة للسطيلز هلأ كيف نحنا هاو بنابيجايت كيف نحنا نشوف شوفي الستايلات الموجودة بالجهاز البلد ان طبعا اذا لاحظتوا انتو عنكن هوني هتلاقوا فيه سكشن للستايل موزع بين ايت بيت سكستين بيت جاز بلوز لاتن دانس وورلد واتفر وفيه عنا شي اسمه اليوزر انترنال واكسترنال هلأ طبعا اذا بيكبس انا على اي واحد من هاو هتلاقوا هيفتح لي منيو بنفس الطايتل طبع الجهاز او صرحي الابشن وهون فيه ارو اي شي موجود فيه ارو انا فيه اقدر اني اقلب الصفحات فيه بيجز موجودة بيج وان بيج تو و بيج تري فالطريقة اللي فيه اتنقل فيها هي اما من خلال الجهاز من هون رحظتوا عم بتنقل من بيج لبيج او فيه يكبس انا عرق من البيج مباشرة بيج سيكس ولا بيج فور ولا واتفر فانا هلأ ببيج سيكس كنت هوني خلصت البيج يعني انا خلصت اول قصم من الاقاعات الموجودة تحت ال 8 بيت او ال 16 بيت اذا انتقلت للتاني نفس المبدأ عندي هون بتنقل من من يوزر ليوزر دانس بولروم وورلد طبعا الورلد منوى اكتر الورلد فيكن تلاقوا فيه اكتر من كاتجري موجودة فيه عنكن الخليجي فيه فيه عنكن الوريانتل بين صعيدي مقصوم واتفر فيه عنكن حسنا المغربي فيه عنكن التركيش كمان موجود فيه الايست يوروب ففيكن تتنقله كمان لاتن امريكا فيه اكتر من ايقاع كل اللي بدنا اي ايقاع بس نعمل كليك علي ومجرد بنشغل اعطانا اشتغل الايقاع وطبعا فيه نلقل من الvariations variation 2 variation 3 whatever اللي عنا تمام فهدا بما يختص بموضوع الموجودة على فيه عننا زر اسمه اليوزر هون هدا اذا انا بيكبس عليه اذا لاحظته اعطاني شي اسمه internal و external شو معنى انترنل و external internal و external هي انا وين عب حفظ او وين عب سيف ال styles فانا فيه سيف على الجهاز اللي هو ال internal وفيه سيف على ال external اللي هي ال usb memory اللي بتركب هون بخلف الجهاز ما بارد ايظاهر اللي عنكن ففيه بخلف الجهاز مطر ما فيه شي اسمه usb memory اللي بتركب الممري فلاش هونيك وراها فاذا بدي انتقل انا بين internal و external هي مجرى بس ما اكبس هون اعطاني شو ال external اذا بعمل شو ال internal بيعطيني وفيه هيدا السهم اذا بيكبس انا هون بيفتح لي الفولدرات فهي عبارة عن اذا صح التعبير بال user فيه شاشة من اثنين levels بكل وحدة فبال internal عندي اول level اللي هو الفولدرات او الملفات الموجودة اذا بيكبس على اي ملف بيعطيني شو الاقاعات اللي نازل فيه وفيه ارجع back بهالطريقة هيدا الشاشة التانية هي external او option التانية هي external نفس المبدأ اذا برجع انا back فبيفتح لك كل الملفات الموجودة وبيعطيك كمان اذا بدخل على اي واحد بيعطيك شو فيه فايلات جواته الجدير بالذكر انه من البيسيكس بالجهاز كفولدرات رئيسية هن الفولدرات اللي عم بتشوفون انتو هلأ بين back up import my phrases my recordings my songs my sound my style udk و بلاس انتو انكم اللي عم بتشوفون UPS و UST هضوي على بعض بس الاشياء السريعة والاهم وان شاء الله بنحاول نعمل فيديو كمان عليهم اكتر من خلال لانه هيتم استخدام ونهود الفولدرات بس سريعا my styles هولا تحطوا فيها كل الاقاعات اللي بدكن ياها sounds هي فيها sounds بتحطوها songs فيك تحطوا songs فيها انكم فولدر اللي هو UPS اللي هي بتحطوا فيها اي شيء اللي علاقة بالريسترات اللي كنا عم نحكي عنا اما بالنسبة لموضوع الاصوات نفس المبدأ كمان اذا منرجع نحن لهذه السكرين الموجودة اذا بيكبس انا على البيانو بيفتح لي كمان شاشة تاني كمان على اصوات البيانو ومنتلقل فيهم بنفس الطريقة اذا بديروح مثلا على السكسوفون كمان فبمجرد ما بدي اي صوت بمجرد ما اختاره بيعطيني الصوت الموجود كمان انا عندي نفس الابشن الموجود اليوزر هون كمان هيد البطن هو نفسه اللي هون اذا بدخل انا على اليوزر كمان بيعطيني شو في عندي يوزر ساونز انا حاططها واللي هي مبدئيا هي السامبلرز او السامبل فايلز اللي نحنا عادها مننزله على الجهاز واللي منقدر نشتغل منها نحنا اصوات نحفظها لعننا تنشتغل على اساسها فبس انا حبيت اعطيكم كمان هلأ ديمو سريع على هيد الشاشة شو فيها مميزات وكيف ندخل من هون وكمان شاشة الستايلز شو كانت عنا على امل ان شاء الله بالفيديوهات الجاية هنكون كيف نتنقل بيناتهم ونشتغل على الورج تنجحزوا لطريقة العصف اللي نحب ادنيها تنكو سو ماتش لقلكم على المتابعة وبتمنى انكم تابعوني بفيديوهات جديدة ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة